بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الحروف والقراءات باب حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا حاتم بن إسماعيل حا وحدثنا نصر بن عاصم حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حدثنا موسى يعني بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن رجلا قام من الليل يقرأ فرفع صوته بالقرآن فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطها حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا خصيف حدثنا مقسم مولى بن عباس قال قال ابن عباس نزلت هذه الآية وما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأنزل الله وما كان لنبي أن يغل إلى آخر الآية قال أبو داوود يغل مفتوحة الياء حدثنا محمد بن عيسى حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيت بن صبرة عن أبيه لقيت بن صبرة قال كنت وافد بن المنتفق أو في وفد بن المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسب ولم يقل لا تحسب حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سفيان حدثنا عمر بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال لحق المسلمون رجلا في غنيمة الله فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة حدثنا حدثنا سعيد بن منصور حدثنا بن أبي الزناد حا وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا حجاج بن محمد عن ابن أبي الزناد وهو أشبع عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غير أولي الضرر ولم يقل سعيد كان يقرأ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال أخبرنا عبد الله بن المبارك حدثنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك قال قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين بالعين حدثنا نصر بن علي أخبرني أبي أخبرنا عبد الله بن المبارك حدثنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية بن سعيد العوفي قال قرأت عند عبد الله بن عمر فقال الله خلقكم من ضعف فقال من ضعف قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها علي فأخذ علي كما أخذت عليك حدثنا محمد بن يحيى القطاعي حدثنا عبيد يعني بن عقيل عن هارون عن عبد الله بن جابر عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله عن أبيه عبد الرحمن بن أبزا قال قال أبي بن كعب بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا المغيرة بن سلمة حدثنا بن المبارك عن الأجلح حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزا عن أبيه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمد عن ثابت عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إنه عمل غير صالح صالح حدثنا أبو كامل حدثنا عبد العزيز يعني بن المختار حدثنا ثابت عن شهر بن حوشب قال سألت أم سلمة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية إنه عمل غير صالح فقالت قرأها إنه عمل غير صالح قال أبو داود رواه هارون النحوي وموسى بن خلف عن ثابت كما قال عبد العزيز حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن أبي بن كعب قال كان 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب ولكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني طولها حمزة حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله العنبري حدثنا أمية بن خالد حدثنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها قد بلغت من لدني وثق لها حدثنا محمد بن مسعود المصيصي أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا محمد بن دينار حدثنا سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيا قال سمعت بن عباس يقول أقرأني أبي بن كعب كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين حمئة مخففة حدثنا وهكذا جاء الحديث دري مرفوعة الدال لا تهمز وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعمى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة حدثني الحسن بن الحكم النخعي حدثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك الغطيفي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال رجل من القوم يا رسول الله أخبرنا عن سبع ما هو أرض أو امرأة قال ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن ستة وتشاءم أربعة قال عثمان الغطفاني مكان الغطيفي وقال حدثنا الحسين بن الحكم النخعي حدثنا أحمد بن عبدة وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي عن سفيان عن عمر عن اكرمة قال أخبرنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل عن أبي هريرة رواية فذكر حديث الوحي قال فذلك قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم حدثنا محمد بن رافع النيسابوري حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين قال أبو داود هذا مرسل الربيع لم يدرك أم سلمة حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن عبده قال حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء قال ابن حنبل يعني عن عطاء قال ابن حنبل لم أفهم جيدا عن صفوان قال ابن عبده ابن يعلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرأ ونادوا يا مالك قال أبو داود يعني بلا ترخيم حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها فهل مم مدكر يعني مثقلا قال أبو داود مضمومة الميم مفتوحة الدال مكسورة الكاف حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هارون بن موسى النحوي عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فروح وريحان حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري حدثنا سفيان حدثني محمد بن المنكدر عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أيحسب أن ما له أخلده حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابه عمن أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوم إذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد قال أبو داود بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة رجلا حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن خالد الحذى عن أبي قلابه قال أنبأني من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقرأه من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب قال أبو داود قرأ عاصم والأعمش وطلحة بن مصرف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن يضاح ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله بن كثير الداري وأبو عمر بن العلاء وحمزة الزيات وعبد الرحمن الأعرج وقتادة والحسن البصري ومجاهد وحميد الأعرج وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبي بكر لا يعذب ولا يوثق إلا الحديث المرفوع فإنه يعذب بالفتح حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء أن محمد بن أبي عبيدة حدثهم قال حدثنا أبي عن الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكال فقال جبرائل وميكائل حدثنا زيد بن أخزم حدثنا بشر يعني بن عمر حدثنا محمد بن خازم قال ذكر كيف قراءة جبريل وميكائل عند الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال ذكر رسول الله صلى الله عليه عليه صلى الله صلى الله صلى الله ومه لم لم أرفع القلم عن كتابة الحروف ما أعياني شيء ما أعياني جبريل وميكائل حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال معمر وربما ذكر ابن المسيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يقرؤون مالك يوم الدين وأول من قرأها مالك يوم الدين مروان قال أبو داود هذا أصح من حديث الزهري عن أنس ومن الزهري عن سالم عن أبيه حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي حدثنا بن جريج عن عبد الله بن أبي مليك عن أم سلم أنها ذكرت أو كلمة غيرها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقطع قراءته آية آية قال أبو داود وسمعت أحمد يقول القراءة القديمة مالك يوم الدين حدثنا عبيض الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة المعنى قالا حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار والشمس عند غروبها فقال هل تدري أين تغرب هذه قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تغرب في عين حامية حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن مولا لابن الأسقع رجل صدق أخبره عن ابن الأسقع أنه سمعه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر ابن أبي الحجاج المنقري حدثنا عبد الوارث حدثنا شيبان عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود أنه قرأ هيت لك فقال شقيق إنا نقرأها هيت لك يعني فقال ابن مسعود أقرأها كما علمت أحب إلي حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قيل لعبد الله إن أناس يقرؤون هذه الآية وقالت هيت لك فقال إني أقرأ كما علمت أحب إلي وقالت هيت لك حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا حا وحدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا بن وهب أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل أدخل الباب سجدا وقول حطه تغفر لكم خطايكم حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا بن أبي فديك عن هشام بن سعد بإسناده مثله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عائشة قالت نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا سورة أنزلناها وفرضناها قال أبو داود يعني مخففة حتى أتى على هذه الآيات آخر كتاب الحروف والقراءات شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة للمشاهدة شكرا للمشاهدة